30 تقرير سنوي أكثر من 16 ألف صفحة أكثر من 500 مؤسسة وبرنامج تمت مراقبتها 25 ألف تصريحة للمكاسب مدع هذا بمجهود مئات القضاء والموظفين اللي خدموا على 50 سنة دائرة المحاسبات هيئة قضائية دورها مراقبة التصرف في المال العام دائرة مصوص عليها في دوستور 59 أمام ما تمت المسادقة على القانون المتاحة إلا في 68 يعني بعد 9 سنين من المسادقة على دوستور علش المدة هذه الكل؟ حسب مدولة النواب حول قانون الدائرة في البرلمان ما كانش ثم كفاءات كافية لإحتاث دائرة المحاسبات أول رئيس لها محمود الكتاري اللي تم التسميته في 68 أول ميزانية تم رصدها في نفس العام وقيمتها 35 ألف دينار أول تقرير صدر في 1980 واترق إلى عدة مواضيع منها الدين العمومي وصندوق التعويذ من المعايير اللي تم اعتمادها في اختيار المواضيع قداش نسبة الميزانية المصروفة الشركات اللي تساهم فيها الدولة والجمعيات المتمتعة بالميل العمومي أما الخدمة بتاعة دائرة ما كانش تدي مساهلة التقارير ما تنشر إلا بإذر رئيسي سانسرة، قصان، الفليو المغامرات مع قرتاج بديت من أحداثها إلى الثورة مثلاً أول تقارير اللي تشمل فترة بن علي مختومة بسري من 2011 اكتشف عامة توينسة تقارير ومن جهتها حتى دائرة اكتشفت ردود أفعال التوينسة للتقارير اللي كتبتها على التصرف في الفلوس متاحهم كيفاش؟ ثم مثلاً تقارير وصلوا القضاء وإلى الليجينة البرلمانية الدائرة حاكمة الأحزاب اللي ما راجعتش المنحة العمومية واللي ما صرحتش على حسابتها الدستور متاع 2014 أكد على استقلالية القضاء اللي بديت الجسم مثلاً في انتخاب الرئيس الأول من ضمن قضاة الدائرة شنو يلزمها الدائرة بش تولي محكمة المحاسبات؟ الاستقلالية، العضوية، الوظيفية، الإدارية وخصوصاً المالية إلى يومنا هذا رئيس الحكومة تصادق على ميزانية دائرة المحاسبات وتدفع عليها قدام مجلس النواب الحل أن الدائرة تشرف على مسار ميزانيتها بدون نيابة السلطة التنفيذية اللي هي أكثر سلطة ترقبها الدائرة بطبيعة الحال وحنا نحتفل بالخمسينية مشروع قانون محكمة المحاسبات اليوم أمام لجنة التشريع العام بش يصوت عليها المجلس في أقرب الأجال وهكا دائرة المحاسبات تولي محكمة المحاسبات ترجمة نانسي قنقر